أبقى الاتحاد الدولي لكرة القدم على عقوبة الإقاف المفروضة على الكويت بسبب التدخلات الحكومية في الرياضة فيما رفعها عن اندونيسيا وصوت المؤتمر بنسبة 93% على إبقاء إقاف الاتحاد الكويتي المفروض من قبل الفيفا منذ 16 أكتوبر الماضي وبذلك سيتواصل حرمان الكويت من مواصلة مسيرتها في نهائيات مونجر روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 كما سيحرم الإقاف أيضا الكويت من تنظيم بطولة خليجي 23 والتي ستحظى قطر رسميا بشرف تنظيمها كما أعلن الفيفا أيضا إقاف دولة البنين للأسباب نفسها كونغرس الفيفا في المكسيك شهد أيضا اندمام كوسوفو وجبل طارق إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد تصويت في اجتماع الجمعية العمومية وبهذا القرار ارتفع العدد الإجمالي للدول الأعضاء في الفيفا إلى 211 دولة ولتصلية الدوء على قرار الفيفا بإبقاء إيقاف النشاط الرياضي في الكويت ينضم إلينا من العاصمة الكويت المحلل الرياضي محمد الحبيب محمد مرحبا بك يعني كيف تقبل الشارع الرياضي الكويتي قرار الفيفا باستمرار إيقاف النشاط الرياضي أمسي عليك وأمسي على المشاهدين الكرام طبعا الشارع الكويتي الآن في حالة غضب حول عدم رفع الإيقاف عن الشارع الكويتي أو الرياض الكويتية تحديدا هناك استياء نيابي حاصل في البرلمان الكويتي تصريحات قاسية جدا على وزارة الشباب والحكومة الكويتية بعدم محاسبة المتسببين في الإيقاف كما صرح العضو راكان نصف في مجلس الأمة أن الحكومة تتحمل جميع المسؤوليات في عدم محاسبة الشيخ طلال الفهد والشيخ أحمد الفهد على تسببهم في الإيقاف أو جميع من تسبب في الإيقاف الوفد الشعبي الذي حضر إلى المكسيك الصراحة يعني صعقنا بالتصريحات التي أدل بها رئيس لجنة الشباب والرياضة الأخ عبد الله معيوف بحاول أن أحمد وطلال الفهد اشتغلوا كرئيس مجلس الأممبي وكرئيس اتحاد الكويتي ضد الرفع الإيقاف يعني صعق الشارع الكويتي من هذا الخبر وأيضا صعق من تصريح وزير الشباب السابق التونسي حين قال أنه أول مرة يمر علي رئيس الاتحاد لا يريد رفع الإيقاف عن بلده هذا الاستياء في الشارع وغضب الشارع الرياضي معكس أيضا على الأندية الرياضية بحيث صرح رئيس نادي الكويت الأخ عبد العزيز مرزوق أنهم سيطلبون جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الكويتي ولي طرح الثقة في مجلس إدارة الاتحاد الحالي هذا اللي حاصل في الشارع الكويتي اخت فلسيان أن ما قلناه قبل يومين نعم رفع الإيقاف أنهم يرفع الإيقاف يجب على الحكم نعم محمد يرفع الإيقاف أو لم يرفع الإيقاف كان يجب إصلاح نعم أين هو الدعم الذي كانت الكويت تتحدث عنه مرارا والذي فاقى حسب البعض الستين صوتا أين هو صرح الرئيس لدن الشباب الرياضي عبد العموم عيوف قال بالحرف الواحد أحمد الفهد أو فيصل الشاية عفوا العضو من فيصل الشاية صرح بالحرف الواحد أحمد الفهد عضو في المكتب التنفيذي في الفيفا صوت ضد الكويت وقدم أدلة أن نحن نتعرض إلى تدخلات حكومية فبعد هذا التصريح الأمور باتت جدا واضحة كيف للفيفا أنها ترفع الإيقاف وابن بلدها أو ممثلها في الاتحاد الآسيوي يصرح من مثل هذه التصريحات فأمر طبيعي أن الدول تغير رأيها بهذا الموضوع برأيك ما هي الأسباب الحقيقية وراء استمرار إصرار الفيفا على العقوبة في حين رفعتها عن بلد آخر الحالة شبيهة له اندونيسيا نعم نعم اندونيسيا اندونيسيا قدمت الحكومة أنها ستعدل بعض المواد التي فيها عليهم خلاف الحكومة الكويتية لا لديها خلاف بالمواضيع هذه ولكن كما ذكرت قبل يومين أن قانون 26 المنظور الآن في المحكمة الدستورية في حال ان سقط فستتغير أمور كثيرة كيف للحكومة تقدم وعود بالتعديل وهناك أمر منظور في القضاء الكويتي في المحكمة الدستورية الكويتية فنحن بين مطرقة الإيقاف وسندان القرار الذي سينتج عنه من المحكمة الدستورية فنتفاهم الوضع العام ولكن الحكومة كانت مقصرة في عدم محاسبة من تسبب في الإيقاف في أول ما حدث في قبل ست شهور أو ثماني شهور هنا يعني الشارع الكويتي صب جاء من قضبه على هذا الموضوع كيف لكم أن لا تحاسبون الأشخاص من عملوا ضد الكويت نعم يعني الآن محمد كيف ستتعامل الكويت مع هذا الوضع الجديد ما هي الخطوات المقبلة؟ الحكومة الكويتية حسب لقاويل المنتشرة الآن أنها ستكون صارمة جدا في عملية الإصلاح الرياضي داخل الكويت وهناك خطة موضوعة منذ فترة في عملية انتشار الرياضة والفساد الرياضي الموجود حالي في الكويت بالإضافة إلى تعديل القوانين الموجودة تعديل القوانين الموجودة لن يحدث إلا بعد حكم المحكمة فنحن في انتظار حكم المحكمة الدستورية ولكل حادث حديث فلا يعقل أن نعد بعض القوانين الموجودة ومنظور القانون أيضا في المحكمة الدستورية نعم المحلل الرياضي محمد الحبيب كنت معنا من الكويت شكرا جزيلا لك